لن نبرح هذه الأرض حتى تخرج أرواحنا فيها ولدنا هنا ونريد أن ندفن هنا هذا رد أهالي الغطة المحاصرين على القذائف التي تنهال عليهم ليلا ونهارا خمس سنوات من الحصار وألف القتلى والدمار كما ترى كل ذلك لم يستطع أن ينتزع من أهالي الغطة الشرقية حبهم لديارهم ولا أن يجبرهم على الخروج منها فلا الهدنة الدولية ذات الشهر ولا الروسية ذات الساعات الخمس أغلقت فوهات مدافع النظام السوري ولا كتمت أصوات طائراته فصفيح الحرب يزداد سخونة والنظام يواصل حجد مقاتله على أطراف الغطة الشرقية المحاصرة بينما قصائل المعارضة المسلحة تتحشد على خط النار لتخوض حربا يرون فيها دفاعا عن وجودهم الأخير الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها روسيا لم تشهد حركة خروج لأهالي الغطة الأمر الذي أرجعه المتحدث باسم جيش الإسلام حمزي برقدار إلى رفض المدنيين الخروج من الغطة رفضا قاطعا مبدئيا مخاوف من سعي النظام إلى أحداث تغييرا ديمغرافيا في حزام العاصمة دمشق ولأهل الغطة عبرة بما حصل في القصير وحمص وداريا وحلب وغيرها من المدن التي خضعت لمصارحات أخرج بموجبها أهلها من أرضهم إلى غير الرجعة فيما تحدثت مصادر عن قيام النظام بجلب الغرباء وتمليكهم لعقارات الذين أخرجوا من ديارهم يأتي هذا في وقت يرى مراقبون أن ما ينتظر أهالي الغطة الشرقية تهجير وتغيير ديمغرافي من خلال اعتماد النظام السوري على مقاتلين من طائفة معينة سبق لهم أمارسوا سياسة التهجير الطائفي في مناطق سورية أخرى واقع وضع أهل الغطة الشرقية بين التمسك بأرضهم حتى النهاية أو الخروج منها حاملين مفاتيح عودة سبق وأن أكل الصدأ مفاتيح مثلها اشتركوا في القناة